موسيقى العمل ورأس المال هما المحرك الأساسي لأي عملية صناعية انتجية ومثل قياس مدى مساهمة كل من العمالة ورأس المال كمدخلات انتجية في القيمة النهائية للمنتجات الصناعية مثل ذلك الركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق المحورية للدراسة والأبحاث التحليلية الاقتصادية وذلك منذ بدء ظهور الأزمات الصناعية عالميا ولسيما بداية ظهور أزمة الكساد الكبير في أوروبا وأمريكا وكان توجه معظم الباحثين والاقتصاديين لمعرفة أسباب هذه الأزمات الاقتصادية وأبعادها الشاملة وآليات حلها وقد تويجت هذه الأبحاث الاقتصادية بوضع دالة الانتاج أو ما يعرف بدالة كوب دوغلاس على اسم العالمين الاقتصاديين الأمريكيين الذين وضعاها في عام 1922 وما زالت هذه الدالة تمثل أهم أدوات التحليل الاقتصادي الكلي للقطاع الصناعي والذي يدرس العلاقة بين رأس المال والعمل ضمن بيئة تكنولوجية انتاجية محددة كمدخلات لعملية انتاجية تحويلية صناعية تعطي في النهاية منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية ولعل أغلب الدول تحاول أن توازن بين استراتيجيتين في هذا المجال الأولى تعتمد على زيادة كثافة رأس المال وتخفيض الاعتماد على القوة العاملة البشرية وهذا يؤدي إلى زيادة حصة رأس المال من الأرباح وانخفاض كتلة الأجور الإجمالية من الدخل القومي مثل التجربة الألمانية أما الاستراتيجية الثانية فتعتمد على زيادة كثافة العمل لامتصاص البطالة وتخفيض الاعتماد على رأس المال المتطور مثل تجربة بنجلاديش ونحن هنا وأمام كل ما يطرح حول الأزمة الاقتصادية الحالية في سوريا والتي نرى بعين المختص اقتصاديا أنها طروحات أغلبها نظرية مقالية بعيدة عن التحليل الاقتصادي المنهجي معتمدة على الرأي الشخصي الناقص أساسا حتى لو كمل لذلك نرى أنه واجب علينا من منطلق مهنيتنا الإعلامية الاقتصادية أن نحاول إسقاط دلات وأساليب إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية على واقعنا الاقتصادي فنحن لسنا أول اقتصاد يعاني من أزمة ولن نكون الأخير ولكن نحن بحاجة إلى محللين اقتصاديين يربطون بين النظرية والتطبيق بعيدا عن الرأي الشخصي والإبداع الهدام ونحن هنا نركز على مصطلح الإبداع الهدام المنتشر اقتصاديا في الفترة الأخيرة في بلدنا والذي تجسد بتضارب الأفكار والقرارات والإجراءات مما أدى إلى خلق دلة إنتاج خاصة باقتصادنا بعيدة كل البعد عن المنهجيات العالمية بعد كل هذا نحاول في منصتكم الاقتصادية وعلى مدى حلقات متواصلة عرض آليات إدارة أزمتنا دون الحاجة إلى التجربة والخطأ ومن المؤكد أن القطاع الصناعي السوري هو الركيزة الأساسية لأي حلول اقتصادية جذرية وللحديث عن العلاقة بين مدخلات الإنتاج الصناعي في سوريا وتنافسية المنتجات السورية معنا في الاستوديو الأستاذ عصام تيزيني صناعي وباحث اقتصادي أهلا ومرحبا بك معنا أهلا ومرحبا بكم شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل أستاذ عصام يعني بعد كل ما ذكرناه في المقدمة لن نعود إلى السؤال التقليدي وهو ما رأيكم بواقع الاقتصاد السوري نريد منكم إجابة واضحة لماذا وصلنا اقتصاديا إلى هذه المرحلة باختصار واقع الاقتصاد السوري للأسف بانهيار وانهيار جدا متسارع وخاصة في السنتين الأخيرتين من الـ 2019 تقريبا إذا بنحكي بشكل عملي والواقع بدأ الاقتصاد السوري يعاني شيئا فشيئا طبعا بعد انتهاء الحرب العسكرية وبعد الخلاص من الأعمال العسكرية التي كانت تقض مطجع السوريين بدأ الاقتصاد بالانهيار بدأ بالتراجع شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن وأعتقد بأننا الآن قاب قوسين أو أدنى من القاع طبعا سألت حضرتك لماذا هذا الأمر له أسباب كثيرة لن أتحدث عن الأسباب الخارجية التي يتحدث عنها الكثيرون حصار وما حصار فهذه قصة أصبحنا خارجها السبب الرئيس باتقاضي هو عدم الحكمة بمواجهة هذه القضايا الخارجية التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة والفرق الاقتصادية المتعاقبة وهنا أخص بالذكر الحكومة الأخيرة والفريق الاقتصادي الأخير الذي لا يزال يعمل منذ ثلاث سنوات يعمل بطريقة غير مفهومة لا تتوائم مع حاجات المستهلك والمواطن السوري كل القرارات التي صدرت منذ عام 2001 وأحدد منذ عام نهايات 2019 مع بداية 2020 كانت ضاغطة جداً على المستهلك السوري الذي هو المستهلك عموماً أستاذي سارة هو الهدف والمبتغ الأساسي من أي اقتصاد في أي دولة بالعالم عندما نتحدث عن الاقتصاد إذن يجب أن نتحدث عن قدرة المستهلك على الشراء قدرته على الاستهلاك متوسط دخل هذا الفرد لاحظي بأنه منذ العام 2020 وحتى اليوم بدأت قدرة المستهلك السوري تتراجع بشكل كبير تتراجع وأصبحت تتراجع بشكل صارخ منذ سنة ونحو الآن ومنذ شهر وحتى الآن أصبحت تسارع سقوط الهاوية سقوط عمودي لم يعد سقوطا متدرجا إلى أن أصبحنا لا نعرف غدا ماذا سيكون الحال واقع اقتصادي مزري جواباً على تساؤلك أستاذي سارة واقع اقتصادي مزري والسبب كمان جواباً على سؤالك هو بكل شفافية السياسات الحكومية للفريق الاقتصادي عبر هذه السنوات الثلاثة الغير حكيمة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير حكيمة سأحسز نظام وأعتبر أن زملائنا وإخوتنا السادة الوزراء الذين قائمون على صناعة القرار الاقتصادي كان ينقصهم الخبرة والمهارة في صنع القرار أستاذ عصام بدأت بكلمة جداً قوية وكبيرة وليست بسهلة موضوع أن نقول بأن الاقتصاد انهار أو بدأ بالانهيار أو نحن أصبحنا في القاع لأنه أيضاً هناك أشخاص يرون بأنه لم نصل بعد إلى القاع هناك أمل في أن يتحسن الوضع تدريجياً سنتحدث عن كيف يمكن لهذا الأمل أن يعيش وسط هذه البيئة الاقتصادية ولكن إذا أردنا أن نضع المعطيات الاقتصادية ضمن إطارها الصحيح برأيكم أين يكمن الخلل وفق النظرية الاقتصادية الأساسية التي تحدد عناصر الإنتاج بالموارد الطبيعية رأس المال والعمل والإدارة ضمن هذه المنظومة أين هنا يكمن الخلل؟ يكمن الخلل في الإدارة حكماً يكمن الخلل في الإدارة عندما يقع المر أمام مشكل ونحن وقعنا في سوريا أمام مشاكل وعقبات كثيرة يجب أن يكون هناك من يتصدى لهذه المشاكل بحكمة والإدارة الجيدة نعلم أن الخزينة خاوية نعلم أن الدولة غير قادرة على تسيير الأمور بشكل جيد من الناحية المادية ولكن لا نفهم أنها غير قادرة على تسيير القرارات التي تساعد على تحسين أعود وأكرر المستهلك هو الأساس في جوهر الاقتصاد عندما أصدر قرارات لا تساعد المستهلك على أن يساعد نفسه على تحسين قدرته على السهلاء فأنا أضغط أكثر وأكثر على اقتصادنا وأكثر وأكثر على هذا المستهلك أعطي مثالاً التعامل خلينا نتكلم بواقع الحالي اللي هلأ عما يعيشه السوريين منذ أسبوع ونحو واليوم في عنا جنون بالأسواق في عنا توتر بالمجتمع السوري تخضط وضياع وعدم معرفة في عنا المواطن السوري أصبح لا يعرفوا كيف بيتمسه وكيف بيصبح على شو اليوم رح يقدر يشتري كيلو جبنة بكرة ما رح يقدر يشتري غيرة لتربعة كيلو جبنة بعده هيك صارت تتوقع العالم صار فيه هلع يعني المشكلة الأساسية هي أنا باعتقادي هي بأربع محاور السياسة النقدية اللي عم تقودها المصرف المركزي والسياسة التجارية الخارجية والسياسة الداخلية التجارية الداخلية والسياسة المالية أهمها على الإطلاق اليوم اليوم أهمها هو السياسة النقدية الغير مفهومة التي تمنع تمنع الإنسان السوري من الحفاظ على ممتلكاته تمنع المستهلك من أنه يحاول هالمصاري اللي أبضى مثلا كاراتي أنه تقدر تحافظ على قدرتها ولولا أسبوع قادم يعني أنا ما نعم بفهم ليش ما نعم بيسمحوا بأنه يقدر المواطن يحافظ على مدخراته يا ستي ما بدي مدخراته يحافظ على راتبه اليومي خيمة الراتب الراتب اليومي يعني أنا ما نعم بيحكي على تجار وصناعيين وهدول يدبروا حاله ما نعم بيحكي على المستهلك السوري المواطن السوري ليش عما تحرموا من أنه يحافظ على مدخراته طبعا كيف عما يحرموا بأنه يمنعوا بأنه يشتري دولار هلأ الشغل الشاغل الدولار والدهب هو اللي عم نقيم فيه كل الصلاع لا تصدق فيه فيه إنسان عاقل عما يدخر أو يخلي مصرياته سوري لبعد سنة أنت يا بنك لا عم تفقد قيمتها أنت يا بنك مركزي وقالت لأنا مواطن بسيط عما بيع شغلات لحتى عيش ممكن أني بيع شقة لحتى قدر عيش بعت هالشقة عما تفرض علي أني حط نصف حقة بالبنك وما تعطيني هالمصاري هدول إلا بالتأسيط على مدى أشهر لحتى قدر أسحبها يعني أنت عما مثل عملية قرصنة أنت عما تخلصني أموالي ما أناك عما تسمح لي يعني فهمت أنه أنت ما أناك قادر تعطيني ما أناك قادر تدعمني بشكل صح ما أناك قادر بس تركني أنا أقدر أدعم حالي أدعم حالي تركني حاول حافظ على مدخراتي ليش عما تمنعني بإني أداول الدولار الدولار هو اليوم هو القيمة الأساسية لأي سلعة السكر هو دولار برجع هاي بقولها الرز الزيت النباتي هو دولار بدليل أنه اليوم سعر كيلو السكر شكل بكرة سعره شكل ليش؟ لأنه الدولار اختغير لأنه الدولار تفع بعده نزيل وهكذا فأنا ليش معنك عما تحاول ليش هالسياسة هاي الغليظة العصة الغليظة عما تخليني أنا أحرم لا بالقانون ولا بالدستور في من حقك إنك تمنعني بإني خزن مالي بالطريقة اللي بدي إياها ما بصير إنك تفرض علي إنه معقول أنا ما بقدر إنقل مصاري بين مدينة ومدينة أكتر من خمسة وعشرين هلا أنت أكيد حضرتك مطلع على الأسباب يلي هي بنسبة لإلهم منعت هذا الموضوع أن كان تداول الدولار أو خياس أنا بفهم وجهة نظرهم وجهة نظر المركزي وجهة نظر القائمين على صناعة القرار أنا فالسعيد هي إنه إذا حبسوا السيولة إذا قيدوا الناس وما خلوا المصاري السورية بين إيدين العالم بتخف الطلب على الدولار وبيخفوا وما عد بصير ما بيقدروا يشتروا دولار هاي عملية أنا بسميها عملية مثل التاجر طيب هلأ في حال يعني قارننا في حال تم تطبيق كلام حضرتك يعني بيقول لك إنه طيب مثل جارتنا لبنان مسموحة تعامل ما شلم بالقطع الأجنبي ولكن سعر الليرة لديهم هبطت إلى أدنى مستوياتها هظيم هبطت فليكم هبطت لمئة ألف ومئة وأربعين ألف وصلت الليرة اللبنانية لكن هل هبطت قدرة المواطن على الشراء بلبنان بيقدر المواطني روح أبض اليوم إجرته أبضوا يابه باللبناني لنفطرد مئة ألف بروح فورا في على الدكان على الصراف المرخص وبكل شي لا حدا بيكلب شو لا حدا بيقلبون دولار وبحطهم بجيبته عشرة دولار على كل موضوع القطع الأجنبي أستاذ عصام يعني هناك أيضا طرق منهجية في حال تم الاتباع يسمح بالتعامل مثلا بالدولار وأيضا يسمح بأن الليرة السورية ما تفقد قيمة في حال اتبعنا بعض الخطوات المنهجية إن كان بالكثير من الموارد السورية التي تمتلكها سوريا موجودة وإذا استطعنا أن نمسك قطاع من هذه القطاعات ويعتبر هو قاطرة نستطيع يعني إعادة هذا الموضوع هذا كلام حلول استراتيجية حلول بعيدة المدى أنا عم بيحكي على وضع راهن آسي ما نعم ما يقدر المواطن هالمئة ألف يعني لنأخذ هالشيء اللي صار بالأسبوع الماضي إنه رفعوا الرواتب نعم سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع يعني هالمئة ألف هي أنا اللي أخذتها إذا بدت تم معي لبكرة عم تصير تسعين ألف طيب أنا بدي أثر هذا الموضوع وأيضا أتحدث عن القطاع الصناعي تحديدا بهذا المجال عن الإنتاج الصناعي المعامل السورية الصناعية هذا الموضوع تحدثنا في المقدمة بأنه هي قاطرة بهذا المجال ما هو أثر كل ذلك على القطاع الصناعي وعلى تصريف المنتجات السورية محليا أستاذة وقتل عما بيحكي على القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الاقتصادية يعني هو أحد المتضررين أحد لكن أنت بدك تحكي بالهدف النهائي الصناعي وقتل عما ينتج لمن عما ينتج عما ينتج لهالمستهلك هالمستهلك طيب ما نو قادر يشتري هالمنتج فكيف بده ناهيكي ناهيكي عن القرارات اللي عما تطلع حتى بتعرقل الصناع حتى بتؤدي إلى التأخير بالتطور للإنتاج يعني أنا إذا بدي ناقش والله مشاكل الصناع وشو هي لا خلينا نحن نمشي وحدة وحدة بما معنى لا حتى نصل لموضوع الآليات أيضا الموجودة والإنتاج الصناعي إذا أردنا العودة إلى الثابت التكنولوجي ضمن دالة كوب دوغلس التي تحدثنا عنها في المقدمة ما هو رأيكم بواقع التكنولوجيا الصناعية المستخدمة حاليا في سوريا إذا أنت هيك نقلتيني لموضوع خارج الصياق العام لأنه موضوع التكنولوجيا الصناعية يجب مواكبتها بسوريا مشان تتعرفي على الواقع الصناعي بسوريا وواقع المصانع أبعد ما تكون عن التكنولوجيا ما في عنا صناعات تكنولوجيا ولا في عنا صناعات على مستوى العالم متطورة نحن لساتنا عما نحبو نحبو ونحبو ببطء لأنه يكون في عنا صناعات لأنه نحن كان منذ بداية عام 2000 لحد عام 2010 تقريبا كان مستوى صناعات تكنولوجيا متقدم جدا بالنسبة لمرحلتها الزمنية ولكن بعد ذلك بدأت التكنولوجيا الصناعية بالتراجع بمستوياتها وأيضا مثل ما ذكرت حضرتك لن أريد القاء اللوم على الأزمة والحرب بكونه نحن عم نشاهد الصناعي السوري عم يتميز خارجيا إقليميا وعربيا فأريد أن أعرف أين تكمن المشكلة هل هي في الصناع السوري أم في البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الصناعية تكمن المشكلة برجع بكرر ليس بالصناع السوري إطلاقا الصناع السوري من أمهر الصناعيين في العالم وما بدنا نقدم دلائل يعني شوفي شو اللي عما يصير شو عما يعملوا عما يبهروا الدنيا بألمانيا بمصر بتركيا بكل دول الإقليم وبأوروبا الصناعي أين ما حل الصناعي السوري أين ما حل يبدع إلا في بلادنا إلا في بلدي أين ما حل فهو مقهور ليش برجع بقول لأنه ما في عندي سياسات اقتصادية حكيمة تشجعوا ليش هلأ في ظاهرة الهجرة ليش الصناعيين هلأ أنا عم بعطيكي واقع ليش الصناعيين عما يهاجروا هذا ما رم يريد أن نتحدث عنه ليش الأموال عما تهاجر الأسباب وما هي الطرق لتسهيل هذه العمليات وبقاء هؤلاء عم أقول لك أستاذي سارة أستاذي سارة نحن إذا ما بدنا نوصف الواقع صح ما بدنا نشخص الأمر صح ما بدنا نأخذ نتائج صح أنا وقتل بكون عما تصرف تصرفات برجع بكرر العتب الأكبر عن أخواتنا وزملائنا بالفريق الحكومي وقتل عما يصدروا قرارات منفرة 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 بمعنى الكلمة تجعل الصناعي بيكره أنه يشتغل ما بيقدر أنه يتابع يعني حتى على صعيد التجارة التجار هلأ ما نهن قادرين يتحملوا هذا الواقع يعني أنا ما في وضوح بالرؤية إن كان للصناعي أو التاجر مو ما في وضوح في شيء عما في مراهقة بالعمل في عدم حكمة بإصدار القرارات اللي تساعدني أنا كتاجر أو كدكنجي أنا بدي رأيك ببعض هاي القرارات يعني مثلا قرار الاستثمار رقم 18 والذي تم تعديله لرقم ما هو المشكلة هذا القرار وهذا القانون صدر لجذب الاستثمارات وفاتح بيئة استثمارية إن كانت صناعية أو غيرها عما ترجعيني للكلام النظري إستاذي سألت لا 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 أريد أن أعرف ما هي المشكلة تحديدا في هذا القرار أين تكمن المشكلة بالنسبة لديهم كصناعيين قانون استثمار بما أنه تم تعديله هو قانون من أروع القوانين نحن ما عنا مشكلة بالقوانين طب القانون والبيئة التشريعية جاهزة لماذا لم نشاهد البيئة التشريعية غير جاهزة لا وين جاهزة إذا المصرف المركزي ما بيسمح لي أن يتداول بالدولار لحد الآن ما في دولة بالعالم تمنع أنه الواحد يقدر يدخل أموال ويخرج أموال ويتداول بالدولار المستثمر الأجنبي اللي بده يجي شو بده يعمل اللي بده ياخد قيمة بضايعه بالليارة السورية ويحتفظ فيها بالليارة السورية لا بس في قرار حاليا ما في قرار بي ستة شهور بما أنه هذا ما نعملي هذا ما نعملي أنت المال كالهلام ما فيك تجي به أنت وتسبتي حركته ضمن إطار معين المال بحاجة لمرونة لحتى يجي لحتى يكون يشتغل بحرية يشتغل بأفق مريحة شو الدوابط اللي لازم تكون لتحقق هي عمقلك سياسة النقدية أولا يعني كمان لحتى ما نتجه باتجاه يصير في فلتان بالأسواق أيضا ويصير في طبيعي أموال بسبب هذا الموضوع يعني إحدى الأسباب لصدور هذه القرارات هو لمكافحة تبيض الأموال وما إلى ذلك يعني أنا بصدر مكافحة تبيض الأموال اللي هيك عم بيطلبه وبحرق نفس المستهلك لا ضمن إطار معين كيف أي إطار كيف إذا اليوم راتب الموظف معد يغطيله راتب العامل دخل المتوسط تركين الموظفين تركين عم الدخل لا يسمح باقتناء حاجات أساسية للمواطن السوري اليوم لا يكفي الدخل هذا اللي صار هلأ 200 ألف ويلي لسه ما قبضوا ما بيكفي يوم أو يومين يعني كيف بدنا نحكي نظري نحنا ولا بدنا نحكي واقع بدنا نحكي أنا أمام واقائع لازم يكون في تغيير لازم يكون في مهج شو يدخلول برأيك يعني واحد اثنين ثلاثة حكيت حضرتك عن موضوع الدولار أوكي تجاوزنا هذا الموضوع بأنه يسمح بالتداول ويتم أصلا طرح هذا الموضوع كثيرا ويتم حاليا دراسة هذا الموضوع على ما يعني يتم دراسة هي مسمعها كثير يتم دراسة ويتم دراسة ما هو الحل الثاني البديل يعني تجاوزنا هذا محور أحد المحاور السياسة النقدية عندنا سياسة تجارة الداخلية وحماية المستهلة هل يعقل أنه لهلأ نحنا عم نحكي بأنه والله الخبز هذا عم نعطيكو نيان رطة 200 ليرة وهي بتكلف 5000 ليرة مثل ما تفضل سيد وزير التجارة الداخلية من يومين بتصريحه على أحد الشاشات هل يعقل لأنه لهلأ المواطن السوري هو يهمه أن يكون رطة الخبز طيب سياسة الوزير حضرتك عم تقول أنه 5000 ليرة بتكلف وعم تعطيها للمواطن 200 ليرة وفي ضعاف نفوس عم يروح ويسر والطحين ومدري شو هاي هالقصص اللي دائما عم يسمعها ومنذ زمان بلا بلا يعطيها 5000 ليرة هل الـ 4800 ليرة عطيها كاش وبتخلص من الفساد عندك بطاقة زكية عطيها كاش طالما عم تقول أنه 5000 ليرة كلفت ربطة الخبز وعم تقدم لهلأهل المواطن بـ 200 وهي فيها يعني نوع من الـ يعني ما معقولة السوريين ما انهم بي حاجة الخبز هلأ فقط ما هذا همنا نحنا ما بصير يكون تجعل همي أن يتحدث بأنه الليل دنيا تطورت طيب تحضرنا معا معهم يعني أين دوركم في اتخاذ مثل هذه القرارات أنتم كفعاليات اقتصادية الصناعية وطنية موجودة ألا يتم اتخاذ رأيكم في هذه القرارات ولمشاركة بها نحن معنا سلطات تنفيذية دورنا أنه نتحدث مثل ما هلأ مع حضرتك عم نحكي ونعطي نصائح عم بحكي عن طناع القرار وننوجه ألا يتم التشارف والحديث والمشاورة بهذا الموضوع بأي قرارات ممكن أن تصدق؟ هذا اللقاء هو أحد المشاركات عما نطرح رأينا وفيه إلا مشاركات أخرى وتحدثنا كثير مع زملائنا والسادة الوزراء ودائما في لقاءات من خلال مجالس إدارات الغرف والتجارة والزراعة والصناعة دائما في لقاءات لكن لا حياة لمن تنادي لا يؤخذ بكلامنا كصناعي أو كتجار حتى مستهلكين حتى مواطنين لا يؤخذ بكلامهم يضرب بعرض الحائط كل شيء يعني يسأل فعلا في الشارع السوري إذا لم يؤخذ برأي الصناعي بقرار يخف العمل الصناعي البحث إن كان برتفع تكليف حوامل الطاقة وما إلى ذلك رأي مين يؤخذ لك لصدور هذه القرارات؟ للأسف أنا برجع بكرر أنه أنا بدي إحسن أنه فيه شيء عما يصير يعني فيه أخطاء فيه أخطاء عمت والمشكلة الأخطاء عمت تتراكم شيء كشيء يعني خليني أخذ مثال ما بعرف إذا حضرتك تسمحيلي يعني الخطأ اللي حصل بالمنصة اللي صلنا عمت نحكي فيه يعني فعلا تحدثنا بهذا الموضوع ولم أقابل شخص صناعي أو تاجر أو متأول هو نفس اللي مارس الخطأ طيب أي منطق اقتصادها؟ بأي منطق أنا وقت العمى بغلط بطريق معين تم تعديلة وليس إلغاءة؟ تم تم إلغاءة واليوم رجعت لها لنفس القصة قرار تسامية وسبعين تعديل تم التعديل هلأ ألغي القرار اليوم اليوم ألغي القرار تسامية وسبعين ورجعنا لنفس القصة هذا اليوم ما بعرف كال abruptly يمكن لسهما وصلك اليوم رجعنا لنفس قصة اللي هي؟ التعديل، المنصة عنده تمبيه المستوراتات بعضها خلال يوم مثل الأدوية والحليم خلال يوم بمموضلك مستوراتها وبعضها بعد 150 يوم. بتحط للي مصرييات اليوم يعني. بعد 150 يوم بأصل ليها قديش بعد 150 يوم سعر الدولار بأصل لك أها هاي رجعت اليوم وما بعرف كيف يعني هناك شيء من التخبط خلينا نقول هناك شيء من الغوغائية أهم شيء هناك عدد تفكك ما بين أعضاء الفريق الاقتصاد نعم اسمح لي أن نذهب ونتابع هذا التقرير أنا وأنتم وضيفي الكريم ومن ثم نعود قبل أن يغمض المواطن السوري عينيه حزمة من القرارات أضاءت ليلة تضخم المستهدف في البلاد التي كان من المقرر أن تكون الضوء الذي سيبدد عتمة الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن أكثر من 150% زيادة في أسعار المحروقات والطاقة المواد التي تدخل في جميع السلع كان لها أثر كبير على الناس كافة فالتغيرات التي طرأت هبطت بأسعار الصرف بشكل لا يمكن لأحد أن يتحمله بعد القرار السياسات في المركزي تحاول إيجاد خطط إنقاذية للحد من التضخم وإعادة توجيه قناة سعر الصرف والتي تعتبر إحدى أهم القنوات المؤثرة في سوريا والتي تتأثر عموما بضعف الانتاج الانتاج الذي أشارت إليه الحكومة في العديد من المواقع لدفع عجلة القطاع الصناعي والتصدي للتضخم ورفع القدرة الشرائية لكن القرار الأخير ذهب بما قالته هباء بعد الإرباك الذي أصاب جميع القطاعات الانتاجية والخدمية فكلف الانتاج الجديدة لن تتوقف عند البنزين والمزوت والغاز بل ستصل إلى الكهرباء والماء وغيرها منعكسة بذلك على أسعار المنتجات التي لم تعد ضمن قدرة المواطن الشرائية ما قد يؤدي إلى كساد في الأسواق وتراكم بالمنتجات محليا ودوليا فلمن سيكون هذا الانتاج ومن سيصرفه في ظل ما نستورده من مواد خام أو نصف خام ليبقى إنتاجنا حبيس الأسواق فلا مكان له في الخارج مع فارق الأسعار ولا في الداخل مع فارق الداخل انعكاسات الرفع ستظهر معالمها واضحة خلال الفترة المقبلة كما يقول محللون فالبعض يرى أن الزيادة ليست سوى تغطية لعجز الحكومة وليس لتحسين معيشة المواطنين وأن ما يجري الآن سيأخذنا إلى مزيد من الركود والتضخم وأما الزيادة فلم تردم الهوة بين الأسعار ودخول أصحاب الداخل المحدود أهلا بك أستاذ معنا مجددا كنا نتحدث قبل هذا التقرير عن أثر القرارات الأخيرة التي صدرت وإن كان منها ارتفاع حوامل الطاقة وأيضا أثر الآخر لارتفاع ورفع الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور وأريد أن أسأل حضرتك بما يخص القدرة الشرائية التي تحدثت عنها الفعلية للمواطن التي أصبحت بأدنى مستوياتها ما هو مستقبلها وأيضا ما هي الحلول المطروحة يعني تمت الزيادة مئة بالمئة حضرتك ذكرت بأنها غير كافية لأنها تنقص من قيمتها الحقيقية ما هي الحلول برأيك وموضوع أيضا رفع الدعم وما إلى ذلك هلأ بدي أحكي بإرجاع كرر فقط نقطة أنه نحن نصنع للأسف الشديد حكمة بالقرارات وحكمة بالتعاطي بالشأن الاقتصاد يعني هذا الموضوع صراحة بالتواضح ومن هذا ومن هذا وهذا ينطبق على ما حصل خلال الأسبوع الماضي الأسبوع الملتهب والكثير من التجار الصناعيين قالوا بعد يمكن أسبوع رح نلحظ الأثار السلبية لهذه القرارات أنا صارت تحكي مع حالة أستاذة سارة أنا صدرت قرار وعلى عيني فهمنا أنه في ضغط ماذا بعد؟ وصدرت قرار برفع أسعار طيب خلي فاصل يعني رفعت أسعار رفعت الرواتب مية بالمية تماما ماشي الحال شيء أحسن من بلا رفعت الرواتب مية بالمية طيب انتظر لك شيء أسبوع أو عشر تيام أو انتظر لي بضوع بعدين ارفع الشيء الثاني يعني هلأ وقفت مع صرنا متحمين بعدين غير عن هيك يعني عمليا يلي عما يصدر هاي قرارات عم يفكر بعطية التاجر أنه بده مكسب وهي حكومة ما بجوز أنه تفكر بطريقة التاجر أنه فقط بده تكسب عطيتك من الإيد اليمين أخدت من الإيد اليسار هي هي زيادة إجت نتيجة ارتفاع زيادة أسعار حوامل الطاقة يعني تماما التنتين مبررين رفع سعر الطاقة أنا بتفهمه لأنه ما عاد تقدر الدولة أنه تتحمل هالأعباء رغم أنه في حلول طبعا طرحنا كثير حلول لكن هذا موضوع آخر أما أني فكر بعقلية التاجر ارفع الرواتب مية بالمية على عين مية بالمية أخدناها انطرني انطرني بس لأقبضة نجي للدعم الدعم ليش بقى يعني عما نحكي بالدعم صلنا سنين وسنين ليش عما تخليه لأنك تدعم الخبز ولا تدعم المعظوط ولا تدعم دعام جيبة البواطن يا أخي لتر البنزين كنت عما تبيعه يا تنكب 75 ألف هلأ عملت بمية وستين ألف للكل للمدعوم 75 ألف هلأ عملت بمية وستين ألف طيب هالمبلغ هذا الفارق عطيه عطيه يا كنت يعني موجودة بعجزة الموازنة نتيجة ترفع الدعم لكن مصدر القرار عما يدعي بأنه لا يزال مدعوم يعني 8000 سعر لتر البنزين هو سعر مدعوم لأنه قيمته الحقيقية هي 12 ألف فأنت عما تعطيه يا بثمينة ألاف هو اللي ما نمدعوم عما يغده طبع الأفران بسبعمية والعادي بألفين طيب هلستة ألاف هاي بدل ما يكون في فساد وتنباع البنزين على الأرويق ووفره وعطيها المصاري هاي يعني أنا بأصد آلية الدعم يجب أن تكون للجيوب الناس كاش ربطة الخبز مو بخمسة ألاف عما تقول هذا الموضوع يعني يتم عندما تكون خزينة الدولة لا يوجد فيها عجز ما هو ما هذا العجز ناتج عن المبالغ هاي اللي عم تندفع لكن عم تندفع سمن أقماح وسمن بنزين بدل ما أني وأنا عم برفع يعني أوريدي أنا عم تم إدفع هاي المبالغ لكن عم بدفع لمين للسلعة لحتى تروح السلعة ما نعم تروح لمستحقينها فأنا لحتى تروح بالشكل الصحيح وتكون سياسة الدعم مجدية أعطيه كاش ادعم جيبته بالمصاري وبيعه بالسهر النظامي طالما أنت عم تدعمي طالما أربعة آلاف وثمانمائة ليرة هذولة عم تحطهم دعم للخبز عطيه هون بدل ما عطيه هون وبيعوا ياهم خمسة آلاف ليرة بيعوا الربطة بخمسة آلاف ليرة وإلى آخرين يعني الفكرة أنه في عنا لا يزال في عنا نهج غير حكيم نهج لا يزال بيتبع منذ السمانينات اللي اليوم عم يكرروا ناهيكي عن أنه لا نزال نعمل بقوانين ما قبل الأحداث يعني هلأ أنا إذا بدي رخص إذا بدي افتح دكاني أنا أنا مواطن بسيط بدي افتح دكان بيطلب مني وزارة التجارة الداخلية أني جب له سجل تجاري وما أدراكي ما هو السجل التجاري سجل تجاري بدي ميت وراء طيب أنا بدي افتح دكان ساعد حالي أنت ما عم تقدر كوظيفة وموظف وطلعت بدي افتح دكاني إذا ما في معي سجل تجاري بتسكر لي ما بصير داعه يعمل داعه يمر على المستوى العمل هلأ نحن لازم نعطي نريح الناس لخليه تشتغل تمارس العمل ما في شو المشكلة أنا إذا خليته يفتح دكان ولا ورشة احدادة ولا ورشة تنجارة أو حتى المعامل والمصانع كان لدينا لقاءات مع صناعيين مقتربين في الخارج وللصراحة أبدو استعدادهم بفتح فروع لهم في دمشق ولكن بطلب بهذه التسهيلات التي باتت واجبة حاليا لكي يستطيعوا أن يفتحوا هذه المعامل والمنتجات إذن هي المشكلة ليست في الصناعي وليست في التاجر لأنه ذكرنا حضرتك ولكن من أحدى المشاكل أيضا غير القدرة الشرائية التي باتت منخفضة وأعطيتنا رأيك بموضوع أثر الزيادة الأخيرة للرواتب أيضا هناك أثر للتضخم الحاصل في السوق حاليا لأسعار الصرف وهذا الموضوع يؤدي إلى صعوبة إتمام المعاملات التجارية والاقتصادية أيضا نتيجة عمليات تحويل الأموال وما إلى ذلك ولكن السيولة باتت موجودة في السوق بشكل كبير جدا أموال البنكنوت أوراق البنكنوت موجودة فهل أنت ما اعترح فئة من العملة جديدة أعلى تكون لتخفيف هذا الضغط السحب السيولة وأيضا لتسهيل المعاملات أنا أتجاوبك على أني مع طبع سويلي لأنه هذا له اختصاصيين أقدر مني على أنه يجيب أنت كصناعي أنا بيهمني أنا بيهمني أنه هل تضخم هذا اللي عم يحصل حد منه أعمل له وقفه على الأقل بالمرحلة الراهنة وهذا ما بيتم إلا إذا عدلت السياسة النقدية سياسة النقدية عندنا بسوريا تعتمد العصى بإدارتها تعتمد الزجر شو في السجون والمحاكم معباية بالناس اللي كانوا إذا مكتوبوا على ورقة بمعاملاتهم كلمة دولار حتى كلمة دولار لا يستطيع لفظة المواطن السوري بيقلك هاي شو سعر الخضرة بيقلك شو اسمه بيقلك شو سعر كذا اليوم يعني هذا الرهاب لازم يتخلص منه المواطن أنا قبل ما إني أحكي والله أطبع عشرة آلاف ولا أطبع خمسة آلاف هلأ شي طبيعي هذا التضخم بده يودينا لأنه نطبع فئات أعلى هذا شي طبيعي لو إلا تم العالم ماسكي بالشوالات المصاري هذا شي طبيعي لكن بهذا الاتجاه أيضا يعني هو كله مرتبط ببعضه يعني كمان في منظومة الدفع الإلكتروني والإدارة الإلكترونية وهذا الموضوع يسحب هذه التضخم ومنع يعني أو تخفيف التعامل النقدي الإلكتروني هو الطريقة التي تبع المصرف المركزي لحبس السولي ومنع الناس من حماية مدخراتهم وهي أنا برأيي أكبر جريمة ترتكب بحق السياسة النقضية السورية لماذا؟ لأنه عم تمنع المواطن من أنه يحمي مدخراته أنا بعت أنا بعت شقة جبت لك يا هذا المثال بدي حط نصحقة بالبنك حكما ما بعمل لك المعاملة لحتى تحط نصحقة بالبنك وبتسحب ما بتسحبه إلا به طيب بفهوم الحونتك والتكنولوجيا الإلكترونية طب موجودة كمان بالدول الأخرى يعني باتت لكن هل لدينا ظروف الدول الأخرى؟ أنا ما بجوز أني قارن طبعاً بالدول الأخرى ما في شيء اسمه مصالح قليل التعامل لكن أنت حرة حرة بمالة بتقلبي دولار بتقلبي يورو بتعاملي اللي بدك يافي بتقلبي دهب أنت لاحظي بهالأسبوع هاد اللي فات روحي على سوق الصغة حتى الفقراء راحوا يرقدوا على سوق الصغة لأنه ما بيقدروا يحموا مدخراتهم إلا بالدهب المشرع وغرام الدهب صار بدهم حقه فوق الميتين وميتين وخمسين ألف ليرا يعني إذا كان مسعرته النقابة خمسمية بدهم سبعمية وخمسين ألف يعني هذا كله يا تو هذا هضم لحق المواطن حق هذا حق دستوري طبيعي أني أنا أحمي مالي أنا من حقي أنه خلص بعت أوه برض شو بدي بالمصاري أعمل فيها ما بيجوز أنك أنت تجبرني تقلية عندك بالبنك مشان ما روح والله أشتري دولار هذا هذا ما بيجوز دستورياً ما بيجوز يعني فيه فيه هضم لحقوق المواطن السوري بهالسياسة النقدية ما لم تتغير هذه السياسة النقدية سيظل التضخم وسيظل وسيظل الإنهيار السياسة النقدية بأي دولة هي أساس ومعيار العمل والتداول وقتل بدك تمنعني أني أنا أشتغل وأخذ وأعطي وبيع واحتفظ بمالي وأعمله مثل ما بدي حوله بدي تم يعني حامليني شعار الليرا السورية ليرتنا عزنا طيب يا أستاذ يعني أتوقع بأنه السورة وضحت بهذا المجال إن كان بما يخص يعني الوضع المعيشي للمواطن السوري وأيضا من ناحية ما هو المطلوب إن كان للصناعي أو حتى المواطن يعني الصناعي بات معروف طلبكم بأنه يكون فيه سماح بالتداول للقطع الأجنبي وحياسته ما نعرف في حال تم دراسة هذا الموضوع ونأمل هذا عم سوى السياسة النقدية على مستوى بعوجالي رح لك الأخير مشان تكون الحلم تكامل لأنه الوقت داهمناك السياسة التجارية سياسة القرارات لا يجوز أنه يصدر عن سيد رئيس الحكومي قرار بمنع إحداث مصانع إلا ضمن المدينة الصناعية هذا ما أريد أن أسألك عنه يعني صار في مطالبات كبيرة من قبل الصناعيين بإحداث مدن خاصة صناعية تنموية أنا ما نقادر هلأ أعمل مدن خاصة ترك الناس تعمل يلي عنده بأرضه عنده عشرين دنوم بده يعمل له معمل جبنة معمل كذا تركه يعمل معمل جبنة شو راح يأثر إلا على البيئة يعني هو الهدف منه هذا قضية تنظيمية القضية تنظيمية بتكون لا وأعطاء كمان مزايا لهذه المدينة يعني مدينة الصناعية عزيزي أنا إذا كنت بدمشق أنا إذا كنت بريف دمشق الجنوبي ما بيحقلك تعمل معمل إلا تطلع على المدينة الصناعية بعذرة طيب كيف هذا أنا وين يعني هذا غايته تنظيمية أنا بفهمها وللحفاظ على البيئة لكن نحن هذا وقته هذا وقت التنظيم كل الدول بدأت بوجود المعامل والورشات والمصانع بمناطق قريبة من إقامتها بتروح على إيطاليا بتشوفي مثلا طريق ما بين مطار بيرغمو والعاصمة بتلاقي كله منشور معامل قديما تميت بعدين عملنا التنظيم نحن اليوم بحاجة بحاجة لأنه نكون أكثر ما يكون مرينين نساعد الناس يلي بدوا يشتغل تفضل يشتغل تفضل عمل ورشة عمل مصنع وين ما بدك اشتغل وعطيني إنتاج ساعد الناس على أنه تحسن من وضعها تحسن من حالتها أما تكبلني كل قراراتنا تصدر عن رئيس الحكومة وعن السادة الوزراء يمنع لا يجوز يصادر يسجن ما في ما في عندي قرار تقدري أنك يفش القلب يخلي الناس تجي وتتشجع شوفي الشباب شوفي الشباب كل هاته همه وحلمه تهاجر حتى التجار حتى الصناعي حتى المواطنين البسطة هلأ إذا بتفتحي الطريق وتعطي جوازات للأسف مع الجوازات اللي إذا الواحد يقدم عليه بعض سنة لا يهدو كله بيطلع طيب هذا شو سببه ليش هذا ما نمؤشر لأنه أنت في عندك حالي يجب معالجته بحكمة هذا ما نمؤشر أنه في سياسة اقتصادية يقود فريق للأسف يقوم بالعبث باقتصادنا ويجب أن يحاسب على ما يقوم به ألا يجب أن يكون هناك نوع من المحاكمة العقلية يعني نحن الدنيا وصلت لا ما بيجوز أنه هلأ عما نحكي والله إيش لهم بدنا ندعم وإيش لهم نؤمن ربطة الخبز وإيش لهم بدنا كذا طيب ختاما يعني للأسف دهن الوقت أريد منك هيك باختصار بدقيقة واحدة كيف تنظرون إلى المستقبل للصناعي السوري وأيضا المستهلك السوري ذكرت حضرتك بأن الأمور أسوأ ولكن إلى أي حد ستكون إلى هذا الاتجاه وهل هناك أمل أم لا أنا دائما متفائل أستاذ سارة ودائما عم بحكي واقع وعم بشرح نحن دائما في عنا أمل لكن نتمنى أنه يكون في نوع من التعاون نساعد زملائنا وإخواتنا اللي عما يصنعوا القرار القرارات الاقتصادية بسوريا يكون على قرار مشاركهم نشاركهم ياخدوا برأينا وياخدوا برأي الشارع يخلعوا النظارة حاجة يحطين النظارة وعما يطلعوا يعني التصريحات من يومين سادة الوزراء يعني بتقلك وكأنه الوضع وردي الناس عايشة مرتاحة يخلعوا هالنظارة ويشوفوا ويشاركوا أصحاب الرأي يشاركوا الفعاليات مو بس والله يسألوها مو بس والله يكونوا عبارة عن إعلام يشاركوها بالفعل ياخدوا مننا خبراتها ياخدوا مننا قراراتها كل شبابنا وصناعينا وصناعينا وتجارنا عما يبدعوا بكل دول العالم يعني نأمل بأن يكون القادم أفضل نعمل إن شاء الله شكرا جزيلا لحضورك الأستاذ عصام تيزيني صناعي وباحث اقتصادي شكرا لحضورك شكرا لحضرتك شكرا لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة نلقاكم في الأسبوع المقبل بأمان الله اشتركوا في القناة